التغير المناخي ملف ساخن يقلق العالم فهل تخيلتم يوماً أن الطعام الذي يهدر كل يوم له تداعيات كارثية على البيئة؟ 2.5 مليار طن متري من الطعام يهدر في العالم سنوياً نصفه يرمى في المزارع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فحسب تقرير لـ World Wide Life Fund وشركة تيسكو لمبيعات التجزئة البريطانية بلغ حجم الطعام المهدور في المزارع مليار ومائتي مليون طن بالإضافة إلى 931 مليون طن مهدر لدى محال للبيع ولدى المستهلكين منذ 2011 وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الهدر حسب التقرير أن 40% من الطعام المنتج لا يستهلك هذه الأرقام تضاعفت مقارنة بتقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في 2011 وكما نعلم فإن إنتاج الطعام يتطلب استخدام الأرض والماء والطاقة لذا فإن هدره يفاقم مخاطر التغير المناخي فالطعام المهدور يسهم بنسبة 10% من انبعاثات الغازات الدفية وتجدر الإشارة إلى أن جهود مكافحة التغير المناخي العالمية لا تولي حتى الآن الأهمية اللازمة لملف هدر الطعام وكيفية معالجته حيث أن 11 دولة فقط من أصل 192 دولة وقعت على اتفاق باريس للمناخ قدمت ضمن برامجها خططا لمسألة خسائر الطعام وهدره وآثاره البيئية